بعد اكثر من شهر من القصف الجوية المتواصل ومحاصرتها قوات الوفاق تبدأ هجوما بريا باتجاه قاعدة الوطية العسكرية وبحسب مصادر عسكرية فان قوات الوفاق تقدمت فجر الثلاثاء بعد ان مهدت المدفعية الثقيلة الطريق للقوات البرية لاقتحام القاعدة الاستراتيجية التي يعول عليها حفتر كثيرا في بقائه بالمنطقة الغربية الوطية تعد احد اهم مراكز امداد مليشيات حفتر وكانت منطلق هجماته على طرابولوس سواء بالغرات الجوية او في انزال القوات البرية والذخائر لدعم مليشياته في محاور جنوب العاصمة ويرى خبراء عسكريون ان تحرير مدن الساحل الغربي وترضي عناصر حفتر منها كانت عملية تمهدية للتوجه نحو الوطية التي بات صوت الاشتباكات يسمع بالقرب منها حيث كان من الصعب تقدم باتجاه الوطية في ظل تواجد قوات معادية في مدن الساحل وفق قولهم وبحسب شهود من المنطقة القريبة من الوطية فان عددا من العناصر والاليات العسكرية انسحبوا بالفعل من القاعدة بعد تكثيف طيران الوفاق للغارات الجوية سقوط الوطية في يد قوات الوفاق حدث سيكون له ما بعده فمليشيات حفتر ستعزل بشكل شبه تام في المنطقة وسيكون عليها ان تختار اما البقاء في محاور جنوب العاصمة دون امدادات او الانسحاب والتراجع باتجاه ترهونة التي يبدو انها لن تكون بعيدة عن نيران قوات الوفاق في الفترة القادمة